لكن خلينا الأول نتكلم في موضوع سعد سمير سعد سمير نجم كبير له مكانته له تقديره له احترامه أحد كباتن النادي الأهلي ظهر بمستوى متزبزب وعنده أخطاء كتيرة في الفترة اللي فاتت اللعب فيها بجوار ربيعة لكن ده مش معناها أن سعد سمير هيمشي نهاية الموسم لازم الناس تصبر عليه شوية يعني مسيماني مش هيأخد قرار أن بعض برضو الناس عماني تقولك إيه الاستغناء عن سعد سمير ماشي يا عم مش من أول ما تشنته إليه استغناء مكان رمي ربيعة ماشي ووقع فين في المقاولين ولقى السيستم قفل رجع النادي الأهل قعد اجتهد لعب شد حيله قدم مستويات طيبة ما عملش مشكلة دايما مبتسم دايما مبتسم فتيجي أنت الراجل عمل إيه شرف نظر عن بيع وصرف نظر عن إعارته وقال لك ده المدافع الثالث عندي بعد بدر بنون وياسر إبراهيم يبقى رمي ربيعة وبعدهم سعد سمير أيمن أشرف خلاص بقى في الباكليفت خف أيمن أشرف وربنا شفاه وعفاه ورقبته بقى زي الفل واحتاجوا الراجل في المساكة هي لعبه لكن أنا بكلمك في سعد سمير ورمي ربيعة في ده الراجل يستعجله وقال له جد بقى انت جد لك ثم ترعجع سعد سمير النهار ده الراجل معاده مطشين الراجل هيقول له يمشي وبعد ما يمشي رجع يقول له تاني تعالى لا الحكم بعد عدد من المباريات بعد عدد من يعني سعد سمير النهار ده اخد فرصة على انه يتشبق طبعا الناس الكور تسع شهور ملعبش فانت لازم تعذره ولازم تسنده ولازم تدعمه ولازم تفرح بسلوكيات رمي ربيعة واخلاقياته والالتزام والانضباط اللي بيتحلى بيه اه واحد بقول لك سعد هيروح الزمان يبني اروح الزمان بعد ما اخدنا زكورة الزماني كله هيروحها دلوقت يعني زيك عنده الوينش ومحمود علاء ومحمد عبدالغاني وعنده محمد عبدالسلام اربعة زي الفل زي الفل ما تبصش لأسستات محمود علاء ولا اهضروا ضربات الجزاء لا 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 محمود علاء مدافع كويس يعني اذا كان بعمل او عمل أسست الشهير بتاع القضية ممكن مش معلاله مدافع وحش لا 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 مدافع كويس مدافع كويس طيب يبقى بالنسبة لتعد سمير الكلام المنتشر حوالين رحيله ده لسه الرجل هيحكم عليه خاصة وانه تسرع في الحب على رمي ربيعة اللي اصبح دلوقت احد العناصر الاساسية والمهمة في فرقة النادي الاهل وانا سعيد بالمستوى اللي وصل اليه رمي ربيعة صاحبي وحبيبي ربنا يكرمه ويرضى عنه يعني مش محتاج منه غير الالتزام والانضباط والاداء بشكل مميز وبيكمل كمان في هو سعد سمير في الدربات الركنية وبيعملوا شغل جامل جدا 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 وكل التوفيق لسعد سمير ورمي ربيعة لكن ما فيش كلام ان رمي ربيعة لا ماشي ولا سعد سمير ماشي الان الان ماشي عم عمل عملية ايه يعني عم عمل عملية هو يعني مش لازم احنا اعتراضي على ايه يا استاذنا الاستعجال في الحكم والضغط على لاعب اقول انه ماشي هو لسه راجع ما نخلينا كويسين ما نخلينا نصبر ع الناس سويا لا يكوشيروا صلي على الزين ودعي لنفسك والولدين والغير وليد سليمان الحاوي احد مفاتيح الفوز في الناد الاهلي احد اصحاب المهارات الفنية العالية احد اصحاب القدرات الخاصة واحد ممن يملكون المهارات والقدرات الفردية اللي بتقدر تفكي تلاصم اي مباراة غاب عن الملاعب فترة طويلة جدا بسبب المز اللي حصل له في الخلفية نتيجة الابقاء عليه داخل الملعب رغم شعوره بالشد نزلا لحاجة الفرق غاب مدة طويلة رجع اللي طلبه من نصر المسلمين قال له الديني سيب رجلي في الملعب شوي يعني ما تدينيش اوقات قليلة الديني ابدأ بيه مرة المشكلة يعني ابدأ بيه مرة ابدأ بيه قدام الجونة ابدأ بيه قدام المحلة ابدأ بيه قدام الابتحاد ابدأ بيه قدام الزمالك وليت سليمان من اصحاب المهارة الفردية الخاصة والقدرات الفردية الخاصة اللي بتحدس الفارغ داخل الملعب بتحدس الفارغ داخل الملعب وبالتالي النقاش اللي دار بينه وبين مستر مسيمان حاوله انه يعني ياخد وقت يعني يصبر عليه في الملعب عشان يرجع يصبر عليه في الملعب عشان يرجع فوليد سليمان اتكلم مع مستر مسيمان يفاصل الحاجة التانية برضو اللي طلب هذا الطلب هو ناصر ماهر ما تستعجلوش في الحكمة ناصر ماهر جيه كان مزال فل اصيب في الكتف عمل عملية غاب رجع العودة من الاصابة مش تبقى بين يوم وليلة استحال استحال تبقى بين يوم وليلة محتاجة وقت ومحتاجة جه ومحتاجة تدريب ومحتاجة اجتهاد وبالتالي ناصر ماهر برضو ناصر ماهر برضو ناصر ماهر برضو يعني هاجموه ده مش موفق في الاهلي وانت شرتت ايه عليه اما هو تربيت الاهلي هي بها تشرت ايه عليه ازاي وهو بيتفوق اكتر في سموحة ومش عارف ايه في الاندياء لا العادة النادر الاهلي المتربية من صغرها على تحمل الضغوط وناصر ماهر مع الصبر عليه ومع لعبه في المباريات المقبلة هتلاقي حاجة مختلفة جدا 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 هو والحاوي كابتن وليد سليمان لايك وشير وصلي عالزين ودعي لنفسك والوالدين والغير هو تنسى تفعل خير وتتبرع ل57 تلاتة سبعة وخمسين اللي بتحظى بدعم كل نجوم المجتمع المصري خاصة نجوم الناد الاهلي اللي عملوا اعلان سعد سمير وكهرباء ومجموعة ولدعم المستشفى اللي هي في وضعية الان تحتاج الى دعم الجميع ومساندة الجميع والحرص من الجميع على ان الفرقة تقف على رجليها وعلى المستشفى تقف على رجليها ويبقى عندها موارد مالية ضخمة نظرا لتأثرها بي او التبرعات يعني مش زي الاول نظرا لأحداث كورونا وما الى زين الناس عمالوا تسألني على اولتر بوالي اولتر بوالي كان سبب فني الرجل مريح والسبب فني فعادي لازم يريح ويكده وبعين يبقى يريح لايك وشير وصلي على الزين ودعي لنفسك والوالدين والغير وهو عتنسى تفعل خير 57 ده 57